في ظل الظروف الجوية السائدة والبرد الشديد والحاجة الماسة للتدفئة يشتكي العديد من أهل محافظة درعة من بطء وتأخر في عملية توزيع مازوت التدفئة على الرغم من إنجاز نسبة توزيع بلغ 80% من الخمسين لتر الأولى كما تقول الجهات المعنية في درعة والله يعني ما أخذنا صارنا من العام للسنة ما أخذنا مازوت بأي منطقة؟ بالكشف وشي وجه يعطينا مازوتات ندفئة الصغار يعني حنوا على هالناس حنوا على هالبشر ميتنا البرداني عندي ولاد وأرملهم أيتام وأرملهم أيتام بس ما استلمش الدساوية والله الحمد لله أننا بالضحي استلمنا والله والأمور ماشي والأمور بقير والله نتمنى أن نكون فيه تعجيل يعني مش نستلم مازوتات في آخر الصيفية ما بنا إياها حاليا نحن ببداية الشهرية وخصا نتمنى المعنيين بأنه يعيدوا النظر بقضية الخمسين اللي عم يتوزعن بالبداية والله ما استلمنا شو خلصت الشتوية وبعده الناس ما لاش استلمت ما زوتوا لا فيه شي لتدفئة ولا شي يعني خاصة هون بالمدينة لا فيه حطب لا فيه شي لا فيه شي أنا وتطلحها الجوموت اللي عنده ولاد صغار اللي عنده كذا شو بده يصير فيه الحمد لله نستلمنا أرتليه لكن إذا كانت النسبة بتكون أكثر من هيتش بكون أفضل يعني نتأمل يعني من هل القائمين على الأمر الله يجزاهم الخير منهم الشتوية قاسية خمسين لتر ما بيكفل للعائلة وبتعرف انتوا فاهمك كيفية ليش التأخر إذا كله رسائل يعني نظام رسائل الولاد صغار ما بصبروك بدك تحط حرام وحرامين ما بتزبط بشكل عام يعني احنا التدفئة سعني تمشكلة الظرف اللي احنا فيه نقلنا شكاوى الأهالي للجهات المعنية في محافظة درعا والتي وعدت بدورها بالعمل على الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى قبيل نهاية الشهر الحالي لافتة إلى قلة المخصصات الواردة للمحافظة مقارنة بالاحتياج الفعلي من طلبات المزود تم رصد من خلال توجيهات السيد المحافظة 90 طلب في هذا الشهر أي ان شاء الله سيتم الانتهاء من التدفئة في هذا الشهر نحن بحاجة إلى مازود التدفئة 120 طلب حتى ننتهي من كل محافظة درعا تم تخصيص لحين هذا التاريخ لهذا الشهر 90 طلب ان شاء الله سيتم توزيع الكمية كاملة حاجة محافظة درعا من المازود من طلبات المازود 25 طلب يوميا المتوفر لدينا حاليا 12 طلب وهذه الكمية لا تكفي حيث احنا بحاجة لمازود الصناعي للصناعيين وبحاجة للمازود الزراعي ونحن حاليا في الموسم الزراعي وخاصة زراعة القمح والشعير يذكر ان عملية توزيع الدفعة الاولى من المازود احتاجت لما يقارب الخمسة اشهر في محافظة درعا فيما يبقى السؤال هل سيتم الانتظار لخمسة اشهر اخرى لتوزيع الخمسين لتر الثانية في الصيف المقبل ام انها ستنسى يا ترى فراسل احمد لقناة سمى الفضائية محافظة درعا